السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكو حبيب ايه يا رب دايما تكونوا بالف الخير. النهاردة ان شاء الله معدنا مع درس جديد من دروس سنة تانية اعدادي. وهيكون الحال بازن الله. الحال لو احنا فهمنا النعت هنتلاقي الحال سهل جدا 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 معنا. يلا بينا. الحال نكتب الحال على الصبورة. ونشوف يعني ايه الحال. الحال هو اسم نكرة اسم نكرة. لازم يكون نكرة يبين حال صاحبه او هيئة صاحبه اثناء وقوع الفعل. يعني لما اقول دخل المعلم. طب المعلم حاله ايه? كيف دخل المعلم? حاله ايه وهو داخل? فاسناء دخوله كان حاله ايه? مسرورا حزينا سعيدا نشيطا. كان حاله ايه? لما اقول دخل المعلم نشيطا. نشيطا ده حال المعلم. طيب. اه الحال ممكن يكون يبين هيئة صاحب الفاعل او يبين هيئة المفعول. يعني ممكن يجيب لي حال الفاعل وممكن يبين لي حال الايه? المفعول. تب ديني نساء. مثلا لما اقول ركبته ركبته السيارة مسرعة. مين اللي مسرعة? ممكن تكون مسرعة. انا اللي مسرعة وممكن تكون السيارة هي اللي ايه? هي اللي مسرعة. صاحب الحال دائما لابد ان يكون معرفة. صاحب الحال لابد ان يكون معرفة. انا قلت الحال نفسه نكرة. ولكن صاحب الحال لابد ان يكون معرفة. وده اللي هيفرق لما بين النعت والحال. زي ما انا كنت شرحت لكم في النعت. لو انت شفتوا معايا فيديو النعت. هتعرفوا ان انا قلت. اه خلوا بالكم ان اني صاحب او المنعود بيكون نكرة. لو كانت نعت جملة او شبه جملة. لابد ان يكون المنعود نكرة. لكن في الحال هو ده الفرق ما بين النعت والحال. لابد ان يكون صاحب الحال معرفة. كل الكلام ده هوضحه دلوقتي على الصبور. لما اقول. قلنا كده نبص. انا قلت الحال هو اسم نكرة. لابد ان يكون اسم نكرة. اهو. اسم نكرة. يبين هيئة صاحبه. وصاحبه ده ممكن يكون الفاعل او المفعول. بفهم بقى من ايه? من الكلام اللي قدامي. ويكون دائما منصوب. بيكون منصوب. سواء بقى مفرد. لو مفرد هيكون منصوب الفتحة. لو مسنة هيكون منصوب بالياء. لو جمع مذكر سالم هيكون منصوب بالياء. لو جمع مؤنة سالم هيكون منصوب بالكسرة. زي ما احنا عارفين حركات الايه? الاعراب. هو ممكن يجي مفرد. ممكن يجي مسنة. ممكن يجي جمع. اه. عادي جدا. هو الحال. ممكن يجي مفرد. اهم حاجة ان يكون نكرة. اهم حاجة يكون نكرة. تب ديني كده امثلة على الصبورة ووضحي لي الكلام اللي انت بتقوليه. لما اقول دخل المعلم مسرعا. طبعا دخل الفصل ايه? مسرعا. ممكن اقول دخل التلاميذ مسرورين. اهو ايجا الحال. ايجا الحال هنا جامع. ليه? لان صاحب الحال جامع. هو الحال لابد ان يطابق. هم اقولها لكم برضو دي عشان ما انسهاش. لابد ان يطابق. لابد ان يطابق صاحبه في النوع اللي هو يعني التسكير والتأنيس. التسكير والتأنيس. وكمان في العدد. اللي هو بقى مفرد او افراد تسنية جامع. افراد تسنية وجامع. بيطابقوا في الحاجات دي. اما في النوعه يعني لو صاحب الحال مفرد. لو صاحب الحال مذكر هيكون الحال مذكر. لو صاحب الحال مؤنس هيكون الحال ايه? مؤنس. زي ما انا قلت الوقت ده ركبته السيارة مصريعتان. كنت انا مؤنس. فاجت الاجال حال عندي مؤنس. يبقى بيطابقوا في التسكير وفي التأنيس. وبيطابقوا كمان في الافراد والتسنية والجامع. يعني لو صاحب الحال مفرد يأتي الحال مفرد. لو صاحب الحال جامع يأتي الحال جامع. لو صاحب الحال مصنن زي ما احنا هنشوف الوقت كده. اه دخل محمد وعلي نشيطيني. هنا محمد وعلي دول ايه مسنة. او دخل الطالبان نشيطيني. تمام? هنا محمد وعلي ايه مسنة. فاجأ ايه الحال بتاعهم مسنة. ممكن اقول دخل الطالبان دخلت تلميذان نشيطين. تمام يا ولاد? طيب تعالوا نشوف كده نعرب الجملة ونشوف الحال هيكون اعربه ايه. دخل المعلم مسرعا. ازاي اصلا عرف يعني ممكن حد يقريب لي مسرعا ده مفعول به? هل مسرعا ده هو اللي وقع عليه الفعل عشان اعرب مفعول به? في ناس كتير بتغلط في الحال وتعرب مفعول به. ساعة ما يشوفوا الكلمة منصوبة يقولوا مفعول به. لا طبعا هو مش مفعول به. ليه? لان لو سألت لي ماذا ماذا دخل او مش هلاقي الاجابة بتاعته مسرعا. ان اجابة مسرعا دي اجابة على سؤال كيف دخل المعلم. والحال دائما يأتي على اجابة لسؤال كيف. تمام? فانا هنا ده اجابة سؤال كيف ومش اجابة سؤال ماذا. اذا انا هو مش مفعول به. وكمان من فهمي من خلال فهمنا يا ولاد مفيش يعني مهوش مسرعا دي مهوش هو اللي وقع عليه الفعل. لو انا قلت دخل المعلم الفصل هو الفعل وقع على الفصل. يبقى الدخول هنا وقع على الفصل اذا الفصل ده مفعول به. ولكن مسرعا ما وقعش على حاجة ده مسرعا ده حال المعلم. المعلم دخل هو عملي ازاي? فدخل المعلم مسرعا مسرعا هنا هتعرى بحال. ده بتعلي نمسك الاعراب من الاول طبعا دخل فعل موضي مبني على الفتح والمعلم فاعل مرفعه علامة رفعه الضمة ومسرعا حال منصوب وعلامة نصبه ايه? الفتحة. علامة نصبه الفتحة لانه ايه? مفرد. طبعا دي بترجع لعلامات الاعراب اللي احنا اخدناها قبل كده فلازم نكونوا عارفينها كويس. دخل التلاميذ نفس الاعراب دخل فعل موضي مبني على الفتح والتلاميذ فعل مرفعه علامة رفعه الضمة مصرورين حال برضه منصوب بس هنا علامة نصبه مش هتكون الفتحة لعلامة نصبه لانه جمع مذكر سالم. يبقى هو منصوب دائما ولكن علامة النصب بتختلف ياولاد زي ما احنا متعودين على حسب الاسم اللي قدامي. دخل محمد وعليه. طبعا محمد هنا هتبقى فاعل ولو حرف عطف وعليه اسم معطوف على محمد واحنا اخدنا يا سنة تانية العطف. تمام كده? علي اسم معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة برضو. طب نشيطين هيكون اعرابها ايه? برضو حال منصوب وعلامة نصبه الياء لانه مسنة. الياء لانه ايه? مسنة. يبقى انا عندي كده الحال اه دائما منصوب ولكن تختلف علامة النصب بتاعته على حسب ايه? على حسب اه هو مفرد او مذكر اه هو مفرد او مسنة او جامعة. طيب دي دي حالة ياولاد. طيب انا كده عندي صاحب الحال الفعل. طب تعالوا كده معايا. لما اقول ركبته ركبته القطارة مسرعا. انا هنا لو انا بنت وبتكلم وبقول ركبته القطارة مسرعا على طول اللي انا بفهمه ان القطار هو اللي مسرع. مش انا اللي مسرع. تمام? طيب لو انا ولد وقلت ركبته القطارة مسرعا. هقف كده واروح اي لا. لو انا بكلم حد وبقوله كده. لو انا ولد وبقوله ركبته القطارة مسرعا هيقول لي مين اللي مسرع? انت ولا القطار? ان هنا مسرعا تنفع تكون حال للقطار اللي هو المفعول به وتنفع تكون حال للتاء الفاعل اللي هو الفاعل اللي عمل الفاعل. تمام كده? طيب. انا الوقت لما هو هو طبعا هيقول لي لا دا انا اللي كنت مسرعي. بقى هو دا الحال يبين هيئة صاحبه وهو الفاعل. طب لو قل لي لا ده القطر هو المسرع انا هقول له اه يبقى الحال هنا يبين هيئة المفعول بي. يبقى الحال ممكن يجي لي يبين هيئة الفعل ممكن يجي لي يبين هيئة الايه المفعول بي. انا هنا لو انا مؤنسة خلاص عرفت ان القطر هو المسرع بيين لحال المفعول بي. تب بصوا معايا كده لما اقول ركبته او شاهدته الطفلة حزينا. وان اللي بتكلم برضو انا مؤنسة. هل حزينا دي تنفع تكون معي? لا مش هتنفع تكون الحل بتاعي. هي اكيد الحل بتاع من حزينا. اللي هو المفعول ايه به. طب هما فاني الفاعل طبعا تاق الفاعل ده هي ايه? هي اللي فاعل وشاهد ايه? فاعل ماضي مبني على سكونة صليب تاق الفاعل. شاهدت ودي تاق الفاعل ولنرجع للفاعل الماضي واعراب الفاعل الماضي هنعرف ازاي ان دي بتتعريب بتاع فاعل اول ما يكون متصل بضمائل بيكون اعرابه ازاي. طيب لما اقول ركب محمد السيارة مسرعة. هنا الحل يا ولاد بيبين هيئة مين? الفاعل ولا المفعول? اكيد كله صح. اكيد بيبين هيئة ايه? المفعول. لان محمد مذكر. واحنا قلنا الحال لابد ان يطابق صاحبه. لابد ان يطابق صاحبه. لو كنت قلت دهي مسرعا. لو كنت قلت الكلمة دي مسرعا. كان الحال هنا هيبقى حال محمد. وكان هيبقى يبين صاحبه هيئة الفاعل وليس المفعول به. ولكن لما قلت مسرعة مؤنسة اذا هي السيارة المؤنسة. فاللي هنا مسرعة تبين حال المفعول به وليس ايه? الفاعل. يبقى كل اللي انه قلت ده اختصاره ان الحال قد يكون قد يبين هيئة صاحبه الفاعل او ايه? المفعول. يبقى الحال قد يبين هيئة الفاعل او المفعول به. بيبين هيئة لتنين. افهم منين? من سياق الكلام بتاعي. طب لو الكلام بتاعي مش موضح لي. مش موضح لي. زي ما اقول شاهدتوا الطفلة حزينا واكون اني مذكر. وممكن اكون اللي اللي حزينا. ممكن اكون الطفل هو اللي حزينا. اعرف منين? لو انت حصل عندك لابس يبقى اكيد الحال يبين هيئة الفاعل. يبين هيئة الفاعل وليس ايه? المفعول به. يبقى لو حصيه لابس على طول خد الفاعل هو اللي اولى. بنروح على طول على الفاعل. تمام? تمام. سوا اني بقى هامسح الصبورة وارجع اقول لكم ايه هي انواع الحال. الوقت بقى هنعرف يا اولاد ايه هي انواع الحال? الحال زيه زي النعت وزيه زي الخبر. زي ما انا قلتلكم الحصة اللي فاتت كده واحنا بناخد النعت. هي وليل مش مزبوط كده. الحال ليه تلات انواع زيه زي النعت وزي ايه? الخبر. اول نوع مفرد. مفرد. يعني كلمة واحدة. زي ما احنا متعودين خلاص. عارفنا ان كلمة مفرد بتكون يعني كلمة ايه? واحدة ومش معناها في الجامعة والاحنا لسه يلين الوقت ان هو ينفع يبقى مفرد. ممكن يكون مسنة. ممكن يكون جام. فكلمة مفرد هنا معناها كلمة واحدة. اه الحال ممكن يكون جملة. وممكن يكون شبه ايه? جملة. وعكل اللي نعارفين جملة تنفع تكون فعلية. وممكن تكون اسمية. وشبه جملة بتكون ظرف وجار وايه? ومجرور. شبه النعت بالضبط. كل اللي بيفرق لي ما بين النعت والحال ان صاحب بالحال لابد ان يكون معرفة. لابد ان يكون معرفا بالالف ولا. تمام كده? لكن النعت لما يكون جملة هو ممكن في المفرد يجي نكرة او معرفة. النعت. تمام كده? المنعوت. المنعوت. ممكن يجي في المفرد او في المفرد ممكن يجي معرفة او نكرة. لان سهل ان احنا نفرق في النعت المفرد بين النعت المفرد وبين النعت وبين الحال المفرد. بنعرف نتفرق بينهم وعرفكم هتفرق وبينهم ازاي لكن الجملة وشبه الجملة هي نفس الجملة بتبقى تيبكا فيش فرق غير اني بعرف صاحب الحال او بيكون نكرة لو هو نكرة بيكون منعوت بيكون الجملة اللي جاي بعضه نعت برضو ما احناش فاهمين الكلام تعالوا نشوف هنا وانا افهمكم الفرق طبعا مفرد اللي هي الامثلة اللي احنا اخدناها الوقت دائما يتبع المنعوت في التعريف والتنكير دائما يتبع ولكن الحال لابد ان يكون صاحبه معرفة والحال لابد ان يكون نكرة فتعالوا نشوف الفرق ما بينهم وبين بعض لما قول مفرد الحال جملة الحال قلت هو ذهب المعلم الى الفصل نشيطا شوفوا بقى الجملة دي ذهب المعلم النشيط الى الفصل هنا ذهب المعلم الى الفصل نشيطا بصوا كده المعلم معرف بالالف واللام ونشيطا نكرة هنا المعلم معرف بالالف واللام والنشيط معرف بالالف واللم ده بقى ايه نعت ده نعت تمام كده ده الفرق ما بين النعت والحال تمام يا ولاد لابد ان يأتي الحال نكرة وصاحبه لابد ان يأتي معرفة لكن النعت يتبع دائما المنعود في التنكير والتسكير والايه في التنكير والتعريف ممكن اقول ذهبا معلم نشيط الى الفصل يعني انا كده خلته نكرة وبرضو النعت بتاعه ايجا نكرة وهنا معرفة والنعت بتاعه ايجا معرفة ولكن هنا مستحيل اللي اتنين يبقوا شابع بعض لابد ان يكون صاحب الحال معرف والحال يكون نكرة هو ده الفرق ما بينهم وبقدر افرقوا كويس جدا 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 دي بتكون صفة وبين خلص ان انا بوصف المعلم المعلم نهو النشيط فملهاش اعراب خلص غير انها نعت لكن هنا انا قلت ذهب المعلم وقل الفصل حاله ايه لو سألت كيف حال المعلم عندما ذهب الى الفصل هيكون الاجامة بتاعتي نشيطا فاني كده فرقت ما بين الحال المفرد والحال الايه والنعت المفرد طب تعالوا بقى نفرق ما بين النعت الجملة والحال الجملة سهل جدا هنا بقى التفريق لابد اذا جاءت الكلمة اذا جاءت الجملة قبلها كلمة نكرة فهو نعت هي نعت لو كلمة اللي قبلها نكرة فهي نعت طب لو كلمة اللي قبل الجملة معرفة هي حال تعالوا برضو وضحي للكلمة الكلام انا هبدأ بالحال الاول عشان احنا درسنا النهاردة حال فهبدأ بالحال النهاردة لما اقول دخل المعلم الفصل وجهه مبتسم انا مسكة في المعلم والفصل سبحان الله هي اللي بتجاه على بالي الوقت دخل المعلم الفصل وجهه مبتسم تعالوا نشوف ادي جملة ممكن اقول دخل معلما وجهه مبتسم تعالوا نشيل كلمة الفصل عشان ما يحصلش لابس عشان تبقى الجملة قدامي هي هي بالزبط اهو هشيل كلمة الفصل عشان نفس الجملة تكون هي هيها ونعرف الفرق ما بينه دخل المعلم وجهه مبتسم ودخل معلما وجهه مبتسم نفس الجملة تبكال ولكن الكلمة صاحب الحال فوق هنا معرف بالالف واللم اللي هو المعلم اللي هو الفاعل والفاعل هنا ناكرة فالفاعل لما يكون ناكرة وتيجي بعد جملة على طول اسمية بالشكل ده بتوصف حاله او بتوصفه بتوصفه اذا الجملة دي نعت عرفت منين ان هي نعت لان الكلمة اللي قبلها ناكرة طيب الجملة ده هي نفس الجملة تبكال وتتعريب نفس الاعراب ده مبتدأ وده ضم الربط وده خبر المبتدأ وبروح اي لو الجملة الاسمية هنا بقى بيختلف الاعراب ليه رغم ان الجملة هي هيها لان الكلمة دي معرفة اذا الجملة ده هي حال للمعلم اذا الجملة دي ايه حال للمعلم عرفت منين لان ده معرف بالالف واللام وصاحب الحال لابد ان يكون معرفا معرفة والجملة بعده تكون في محل نصب ايه حال يعني بقى مقيلة والجملة الاسمية في محل نصب حال هنا صاحب المنعوت اللي هو المنعوت لابد ان يكون ناكرة والجملة التي تأتي بعده تكون في محل وبص عليه لو هو منصوب دخل معلم مش معلما بقى معلش 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 الخطأ عندي دخل معلم ميفاعل مش مفعول به دخل معلم وجهه ايه مبتسم فاروح ايه لو الجملة في محل والجملة الاسمية في محل رفع ايه نعت والجملة الاسمية في محل رفع نعت احنا كده عارفنا الفرق بين الحال وبين النعت ازاي لان كتير جدا انا متأكدة ان بعد الدرس ده كتير جدا هيسألوني طب ازاي افرق ما بين النعت والحال يا ميس الفرق ما بين النعت والحال قدامنا اهو صاحب الحال لابد ان يكون معرفة والمنعوت لابد ان يكون نكرة ايجا لقيت الكلمة دي معرفة وبعدها جملة على طول الجملة دي حالي الجملة دي حالي لان الصاحب بتاعها هو معرف طب لقيت الكلمة دي نكرة وبعدها جملة على طول الجملة دي ايه في محل يا اما رفع يا اما نصب يا اما جرنات ولكن الحال دائما في محل النصب مالوش اي محلية تاني دائما في محل النصب ماليش دعوة اللي قابله خالص هو الحال دائما في محل النصب ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الكلام ده الجملة دي سواء كانت فعلية او اسمية لابد لها من ضمير ربط يربطها بصاحب الحق لابد لها من ضمير ربط يربطها بصاحب الحق سواني همسح الجملة دي عشان اقديكوا كمان الجملة الفعلية بصوا كده. لما اقول بلاش بقى ندخل في المعلم كده ننسيب المعلم كده في حاله الوقتي ونجيب جملة تانية. لما اقول مسلا اه. جاء الطفل يبتسم. جاء الطفل يبتسم. طبعا جاء فعل ماضي ما بنعرفات هو الطفل فعل مرفوع على مترفع الضم. طب يبتسم دي بقى عربها ايه? طبعا هقول لي يبتسمه فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم والفاعل ضمير مستطر تقديره. هو. الفاعل ضمير مستطر تقديره ايه? هو. يبقى بقت عندي جملة فعلية. وراح اي له والجملة الفعلية. اه. والجملة الفعلية في محل نصب حال. طب ليه يا ولاد قلت حال وما قلتش نعت. اهو. الالف والله. هو السبب اللي انا قلت ايه? قلت عليها حال. طب لو قلت جاء طفل يبتسم. على طول يبتسم. اه. هقوم اي له والجملة هعرف اللي يبتسم عادي وروح اي له والجملة الفعلية في محل رفع نعت. يبقى الفرق ما بينهم وبين بعض هو اه الالف واللام. الالف واللام ده المعرفة والنكرة. بس. يبقى اللي بيفرق لي ما بينهم وبين بعض المعرفة والنكرة. تمام يا ولاد? تمام. لابد ان يكون فيها اه ضمير الربط. هو ده ضمير الربط. شايفيني اللي انا عامل عليه دايرة ده? هو ده ضمير الربط. وممكن كمان هنا اللي هو الضمير ده هو. اللي هو المستطر ده هو. هو ده ضمير الربط. طيب. ممكن يجيلي بيقول لي فيه ضمير ربط تاني. ممكن اجيب جملة اسمية. جملة اسمية. اعطفها. اعطفها على جملة على الجملة اللي قبلها وكون الجملة الاسمية دي هي الحال. ازاي يعني لما اقول اه اه ركبت القطارة اهو هكتبها لكم اهو ركبت القطارة والشمس مشرقة ايه ده والشمس مشرقة الواو ده اه مش ده حرف عطف اه هي دي بقى اللي بتربط ما بين الجملة دي والجملة ايه دي والجملة ده هي اروح ايه لو الجملة الاسمية في محل اه نصب ايه حال والجملة الاسمية في محل نصب ايه حال حل مين حل القطار ولا حل ركبته هتبقى حل ركبته مش القطار ايه هو الحل ده مش حل القطار ده حل واني بركب ايه القطار تمام تمام يا ولاد يبقى ركبته القطار والشمس مشرقة الشمس مشرقة ده هين ممكن تتعارب على طول آآ حال. عرفت منين ان هي ممكن تتعارب حال وهي الشمس ومشيقة وده فيه واو حق عطف ماشي اللي جملة مع طفا الواو ده هي ضمير الربط اللي بيربط ما بينهم وبين ايه بعض. تمام كده? هي الحرف اللي بيربط ما بينهم وبين بعض. ممكن كمان اقول آآ دخل المعلم الفصل وهو مبتسم. وهو. تبقى الواو وهو. تبقى الواو وهو. وهما دول ضمار ايه الربط. وتكوني برضو الجملة دي بتكون حال. اقولي برضو اكتبها لي كده اللي مش عارف انتو شايفيني اللي تحت ده ولا لا? المظاهر فانا هكتبها هنا. هقول مسلا آآ دخل الطبيبه. خلينا نبعد عن المعلم شوية. وهو مبتسم. طبعا هو مبتسم دي آآ ده مبتدأ وده آآ الخبر بتاع. والواو هنا ده تضمير الربط ما بينهم وبين بعض. هروح اي لا والجملة الاسمية فيه محل نصب حال. والجملة الاسمية فيه محل نصب ايه حال. وهنا هيقول لي فان ضمير الربط. هقولي الواو وال وهو. الواو ايه وهو. تمام يا ولاد? تمام. يبقى انا عند الجمل ايه الحال لما بييجي جملة لابد فيه من ضمير الربط. الضمير الربط ده ممكن يكون زي زي الضمير اللي انتو شايفينه ده. وطبعا بيكون على حسب. لابد ان يعود على صاحب الحال. ممكن يكون جامع وممكن يكون مفرد عادي. وهنا ممكن الضمير المستدر وممكن تكون الواو اللي بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده اعرف على طول ان هي جملة حال. حال ليه? لان صاحب الحال معرف. على طول اهو. شايفين كل اصحاب الحال هنا ايه? معرفين. تب انا عايزة احولها لنعت. وده دايما بيجي السؤال في الامتحان. حول الجملة الاسمية من حال الى نعت. او العكس. لو قل حولها من حال الى نعت اجيب صاحب الحال كده وروح شايلة الالف واللام بتاعته واسيبها. يعني مثلا قال لي دخل المعلم وجهه مبتسم. قال لي حولها لنعت. روح شايلة الالف واللام تبقى دخل معلم وجهه مبتسم. بس. طب جاب لي العكس. وقل لي مثلا جاء طفل يبتسم. عايز نحول ده من نعت الحال. اروح اقال له الطفل اللي هو ناكرة ده. اخلي فيها الالف واللام. جاء الطفل مبتسم. ارجو اللي يعجبه بقى الفيديو. لحد الان. لايك بقى للفيديو. ومنزلوا عرفوني في التعليقات. فهمتوا الدرس ولا لا لا لان ده مهم جدا 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 انتوا تفهموه. وانا عمالة بكطر في الكلام هو عشان تفرقوا ما بينه وما بين النعت. وما يجي لاش اسئلة كتير عليه. ازاي مثل نفرق ما بين النعت والحال. قد انا اعرفتك وهو في قلب الفيديو. تمام? شبه الجملة زي برضو النعت بالزبط واللي بفرق ما بينه هي التعريف والتنكير. بس زي ما اقول مثلا رأيته العصفورة فوق الشجرة. العصفور طبعا هنا هو صاحب الحال ومعرف بالالف واللام. ازا الفوق الشجرة ده ام ايه? ايه? وشبه الجملة في محل نصب حال. وشبه الجملة في محل نصب حال. طب لو كنا احنا اخدناها في النعت وكنا بقول رأيته عصفورا فوق الشجرة. هي هيها الجملة ولكن ده بتكون نكرة. كنت هبص على عصفورة انت لقاها منصوبة اروح ايه لو شبه الجملة في محل نصب نعت. النعت مالوش علامة اعراب محددة ولكن الحل علامة اعراب محددة وهو ايه? النصب. يبقى لو ايه قال لي فرق ما بين النعت. لحد الوقت هتعرفوه تفرقوا ما بين النعت والحال. لو قال لي فرق ما بين النعت والحال الجملة وشبه الجملة. هقول له. ايه النعت لابد ان يكون المنعوت نكرة. لابد ان يكون المنعوت ايه? نكرة. هقول له في الحال لابد ان يكون صاحب الحال معرفة هقول له الحال اعرابه دائما منصوب هقول له النعت تابع لما قبله يرفع وينصب ويجر تابعا لما قبله تمام النعت يتبع المنعود لا في الجملة وشبه الجملة ما بيتبعوش زي في المفرد المفرد بيتبعو فاربا حاجات ولكن هنا المفرد بيتبعو في حاجتين اتنين اللي هو في النوع اللي التسكير والتأنيس وفي الافراد وفي التسليم والجامع بس ولكن النعت بيتبع المنعود ده المفرد بس بيتبع المنعود في اربع حلات احنا كده عارفنا نفرق ما بينهم كويس جدا اخر بقى جملة مسلا ما قول شاهدته الاسد في الغابة طبعا الغابة جر ومجرور هروح ايه لو شبه الجملة في محل نصب حال لان الاسد هنا معرف بالالف واللام لكن لو قلت شاهدته اسدان اسدان ما من غير الف واللام في الغابة هتبقى في الغابة هنا شبه جملة في محل نصب نعت في محل نصب نعت ارجو ان انتوا تكونوا فهمتم طبعا ده انا ما قطرتش في الكلام لان خلاص احنا وصلتنا المعلومة وبقى بالنسبة لنا سهلة جدا يبقى رأيته العصفورة فوق الشجرة ههم ايه لو شبه الجملة في محل نصب حال ايه شاهدته الاسد في الغابة ههم ايه لو شبه الجملة في محل نصب ايه حال طيب بيقول لي بقى يا ولاد عشان ما نساش اقول لكم الكلام ده ممكن اقفل الفيديو من غير ما اقوله عايز اقول لكم على كلمات دائما عندما اراها في الاعراب اعرف على طول ان هي حال من غير ما بص بقى قبلها ايه ولا بعدها ايه ايه هي الكلمات دي ثواني ههمسح الصبورة واكتبها لكم في كلمات دائما تأتي اعرابها حال ايا ساعة مشوفها في الجملة على طول اعرف ان هي حال من غير ما بص على اي حاج هي ايه كلمات دي كلمة معا كلمة معا جميعا ماديا ادبيا سويا قاطبة وحده وكلمة اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا كل ده الحد الاخر عوضا وبدا لن الكلمات دي ساعة مشوفها في اي جملة على طول يا ولاد وانتم غمضين عنكم اعربوها ايه حال تمام كلمة جميعا دي بتجي كتير جدا وكلمة معا بتجي كتير وسويا بتيجي كتير في الامتحان وبيسألكوا دايما ايه عليها التلات كلمات ده هم سويا وجميعا ومعا بيجوا بيتكرروا كتير جدا في الجمل فخلوا بالكو ساعة متشوفوها على طول اعربوها ايه حال وفرقوا بين جميعا وجميعهم واجمعين لان اجمعين وجميعهم والحاجات دي هناخدها ان شاء الله هتبقى توكيد فجميعا بس هي اللي هتكون ايه حال تمام طيب اه في حاجة تانية لو ايجا سألني زي ما انا قلتلكو الوقت جاب لي جملة وقال لي حولها الى اه حولها من حال الى نعت ومن نعت الى حال كل اللي انا قلتلكو عليه ان انتو بس هتشيلوا الالف واللام او هتحطوا الالف واللام زي مثلا لما قول رأيته لاعبا يحرز هدفا عندي طبعا انا هسألكو بقى الاول قلو لي يا ولاد هنا كلمة يحرز هدفا اللي هي الجملة دي يا طره هي حال ولا نعت قبل ما تحددهم روحوا جارين على الكلمة ده هي بصين عليه الكلمة دي نكرة مش فاقل فلام وعلمت النكرة يا ولاد التنوين ساعة ما شوف الكلمة اللي قبلها دي منونة على طول ده هي نعت مش حال خالص دي نعت نعت ليه لان الكلمة ده منعوت وليس صاحب الحال لان صاحب الحال دائما يأتي ايه معرفة طيب حولني بقى النعت ده لحال على طول نفس الجملة مش هعمل اي تغيير خالص نفس الجملة هروح اي لا رأيته رأيته اللاعب هشل هشل لاعبا وخلاها اللاعب شفتوا بقى الفرق بين المعرف وبيني نكرة دي نكرة رأيته اللاعبة يحرز هدفا على طول يحرز هدفا هنا باقت حال اتنقلت بقدرة تقادر من نعت الى ايه حال لان عرفت صاحب بس بس مش هعمل اكتر من كده هو ده الفرق الوحيد بين الحال الجملة وشبه الجملة والنعت الجملة وشبه الجملة بس تمام كده ارجو ارجو انتو تكونوا فهمتوا الدرس اي حد ليه سؤال اي حد اي مفهمش نقطة محددة يعرفني انا انا بتهيقلي يعني ان انا بسط كل حاجة عن الحال وفهمتوها بس لو اي حد عندي سؤال يا اكتبلي في التعليقات ولو فهمتو برضو اكتبولي في التعليقات كده وشجعوني ولايكات بقى ومشاركات عايزة ياريت نعمل شير كده كل واحد عند صفحة على الفيسبوك يعمل شير عشان الافادة توصل لاكبر عدد ممكن وطبعا سنة تانية ام مجتهدين ما شاء الله عليهم يعني مش محتاجين هي فيديوهاتهم اعلى لايكات واعلى مشاهدات بس عايزين كمان اتنشط اكتر وعايزة دعوة بقى حلولية كده لان بجد ان هي تعبانة والله بس مش عايزة سيبكم فيديوهات تشتغلوا عليها وانتوا قاعدين لان احتمال كبير ان الفترة اللي جاي بقى شتة والكلام ده هيبقى المدارس قليلة جدا والدروس برضو هيكون فيها اجازات كتير فانا عايزاكوا تستخدوا تستفادوا من الوقت اللي انتوا قاعدينوا لايك بقى للفيديو ودعوة حلوة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا